طيب تعالي تعلن مؤسسة حياة كريمة بإيه بقى تعلن إيه لفت من لفتاة الرئيس شديدة الإنسانية كما جرت العادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر أنه هو يتكفل بجهاز عروسة في واحدة من قرى محافظة أسوان واللي تضررت من السيول الرئيس لما سافر أسوان ولف يوم الخميس وقابل مجموعة من الأهالي في القرى اللي ظهرها زي ما حضراتكم شايفين لو تتذكروا كننا احنا بنتكلم ده فيه بنات عرايس زي الفل حاجتهم راحت عروساتنا واحدة منهم خلونا كده نشوف عروساتنا بتقول إيه عروسة العرايس ألاء شفعي زكي ألاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك عاملة إيه؟ بخير الحمد لله قوليلي بقى حكيلي الرئيس أنت كنت يعرفة أن الرئيس جاي أول ما شفتيه إيه اللي حصل احكيلي كده الحدوتة من أولها ألاء والله أنا من البداية خالص يعني ما كنتش متوقعة أن أنا هقابل الرئيس أو هقص هقفق الدعبة واتكلم معاه بطريقة دينياء إيه بس يعني الحمد لله ربنا يعني ربنا حدثيه وقدرت أتكلم وأحكي له عن المشكلة اللي حصلت معاي وطلبت من حضرته أن أن حضرته يحضر معايا فرحي هااااااااااااااااااا وständي وعدني أن حاجات فرحة أتخلص قبل معادها شrivة شو 후� قال لي ماقدرش آوعي bodoh أن أنا أحضر الفرح أيو والنهارده ومؤسسة حياة كريمة ما سبتنيش من من اول يوم والنهاردة طلبوا مني ان هما يقابلوني عشان خاطر اجيب اجيب الحاجات اللي الرئيس عبد الفتح في اوعدني ان هو هيجيبها لي ورحت فعلا جبت الحاجات والحمد لله يعني طب قلق قوليني بقى انت جبتي النهاردة ايه جبت المطبخ وجبت الاجهزة الكهربائية جبتي كل الاجهزة الكهربائية بتاعتك لا مش كلها ايه اللي نقصك يعني لقصني نقصني التلاجة طبا ماشي طيب بس كده كده الرئيس قال كل حاجة تجيلك ايه اللي خليكي اجلتي التلاجة بقى نقصني هما قالوا لي في نسبة نسبة متاحة لحضرتك فالنسبة دي خلصت يعني جبتي بيها اللي هي المطبخ والاجهزة وجبتي بيها الحاجات الموجودة اللي هي الحاجات دي فهي النسبة خلصت كانت طب قوليلي والحاجات اللي انت جبتيها حاجات حلوة عجباك يعني ايه والحمد لله يا عجباني الحمد لله ونقتي نقتي اللي على مزاجك ايه والحمد لله طيب والله حاجك وايسة خالص بص ان المتأكد برضو يعني انه التلاجة جاية جاية ان شاء الله احنا مش هنسيب العروسة من غير تلاجة دا اسمه كلام يا قلاء يعني ينفع نسيب العروسة من غير تلاجة اش هينفع جبتي بتجاز ولا لا ايه انا ما اضررتش الوحدي يعني مش جازي بس هو اللي اضرره وعندي برضو فيه في منزل في منزلي يعني منزل والدتي والدي ايه ربعاني خليه اه الضر يعني البيت واع اه فا واع برضو هم نفسهم اضروا فيه اجهزة تكسرت وفيه عفشة تكسرت طبعا بس انت خدت بالك يعني الريس قال كل حاجة تتبني من اول وجديد واحسن من الاول وتتفرش اكيد وانا فرحتي هتكمل ان شاء الله بإذن الله لما حاجات يعني البيت نفسه يتبنيه لما الريس نفسه بنفسه يحضر فرح يا رب بقى على حسب جدول الريس زي ما قالك كده موعدكيش لا والله هو جدول الريس هو هو يشوف المعاد اللي ينسبه واللي يقول عليه احنا معاه الله يعني انت هتحددي الفرح على حسب ما الريس هيقولك على الريس هو في الاول كنا بنقول في شهر اتنين بس دولوقتي بنقول باللي يشوف الريس يعيني 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 حاجة تفرح والله ياقموم انت مبسوطة مش كده لا انا ما هو هو فعلا والله هو انا ما حاستش ان انا وقفة قدام قدام يعني ان انا وقفة قدام رئيس بنبهوريها تجد حاست ان انا واتكلم والدي الله يعني والله يعني انسان انسان طبيعي جدا وانسان يعني متواضع وانسان يعني انسان بمعنى الانسانية مية في المية كلامك مظبوط والله العظيم مية في المية والله والله انا بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لبى كل طلباتي ودايما كنت بسمع عن انجازاته وانا مش مصدقة نفسي ان الانجازات وصلت ليا طب وكلنا يا ربنا يا بادي الله فالسوي بعد عنه عن النجاح احنا في الفرح بنزغرت ولا ايه اكيد طب تعرفت زغراتي ولا لا اكيد صنعت عبان ادراك كنت عايز اسمع زغروتة ياقلاء طب مامتك جنبك نسمع زغروتة زغروتة علشان الجهاز يعني ما فيش اي كده زفة ما فيش اي حاجة حسب الله انا عايز اسمع عايز اسمع زفة حسب الله وانا شغال دلوقتي ألا الف مبروك عليكي الحاجة وان شاء الله هتكمل كلها على خير بإذن الله وان شاء الله ان شاء الله يبقى احلى فرح يارفته مصر بإذن الله بإذن الله بإذن الله الف مبروكة عروسة الله يبارك زغروتة كمان قبل ما اطلع فاصل ايه عايز زغروتة كمان قبل الفاصل بقى ايه الصلاة عن النبي ترجمة نانسي قنقر